السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلم من الحلقات السابقة عن القوانين وعن البدايات وعن كل شيء تكلمنكم الآن عن توزيع الحكام داخل الملعب عندنا توزيع الحكام طبعا لغامة أي بطولة أول شيء استلم سكورات اللي هو استلمها رئيس الحكام مع اللجنة مالتين يتم تفريق أسامي المتسابقين من جميع الأندية بسكورات وفي بعض المرات تصير إغامة اجتماع فني قبل بطولة بيوم أو يومين لتأكيد الأسامي أو شط الأسامي بعدها بداية كل بطولة تكون انطلاقها بقرفة الكولينج روم أو قرفة الأعداد قرفة الأعداد هنا نتكلم كبداية كحكام الأعداد فحكام قرفة الأعداد فيه انقسمون قسمين انقسم يكون داخل قرفة والقسم الثاني اللي يجهز اللاعبين لقرفة منزول اللاعبين داخل المضمار والميدان يتم نداءهم الكولينج روم أو قرفة النداء لكل مسابقة لها حكم يجمع لاعبينه ويوديهم قرفة دخول اللاعبين داخل المضمار الميدان ويكون لهم نفس القرفة صغيرة داخل أو مكان خاص لكل الشباق هذولي حق قرفة الأعداد يكونون يعني معاهم بعد ما يدقون على اللاعبين طبعا قرفة الأعداد حكام اللي موجودين بعد ما يجمعونهم ينزلهم داخل قرفة اللحماء أو داخل قرفة النجول يتكون على شغلات اللي هي من ضمن الغانون أول شيء اللاعب بكرنيها ثاني شغلة تشيرة النادي ثالث شغلة الشعار النادي الشغلة الرابعة الرغم يكون واضح مفروض أن يكون ويا إذا كانت فيها جنطة أو شغلة ما يكون فيها شغلات ممنوعة من نزول الملعب من النقال من أدوات حادة ولا آخر كل ما يمنع الغانون نزول الملعب هذولي بالنسبة حق قرفة قرفة الأعداد الروح حكام الدوران حكام الدوران يتم توزيحهم على المضمار على حسب المسابقة المسابقات الأربعمائة نفهمة فوق يصير توزيح الحكام على المضمار نفسه مسافات يكون موجودة تسكير كل زوايا الملعب ليش كل زوايا الملعب ليش يكون حكام كافي لأنه في الغانون يقول لك إذا حصل خطأ عندك الحكم يعني أنا واقف الكيرف اللي مني وشفت لاعب سوا مشكلة بالكيرف الثاني ما لحق أني أقول والله أنه لاعب الفلاني سواها في زاوية محددة حق الحكم أنه يشوف والله أن الزاوية من الزاوية فلانية للزاوية فلانية هذه صلاحية الحكم اللي يأخذ فيها قانونة أو راية بحالة شطب اللاعب أو أي ملاحظة على اللاعب يكونون موجودين على المضمار هذو اللاعبين حكام يسمونهم حكام الدوران عندنا حكام البداية حكام البداية يكون رئيسهم ومساعدة بالإضافة إلى أثنين حكام البداية يستغملون دخول اللاعبين من حكام الاعداد يأخذون كرنيهاتهم يوزعون الحكام على الحارات يشوفون جهازية اللاعبين أعطاهم الوقت الخاص لكل مسابقة لأن المضمار عندنا من ربع ساعة ينزل قبل بداية المسابقة يعطون أحماء خلال هالربع ساعة هذه بعدها يتم بدايتهم طبعا حكام البداية مشبوكين مع ثلاث جهات ثانية أو ثلاث أقسام ثانية أو ثلاث بيئات ثانية عندنا حكام البداية ما ينطلق إلا يأخذ موافقة أول شيء من حكام الفوتو فنش اللي هم الجهاز القياس الإلكتروني المقاتيين يعني الفوتو فنش عندنا المقاتيين زائد غضاة النهاية زائد حكام الدوران ما يبدي إلا يأخذ موافقة منهم أربعاتهم من جهازية الملعب من جهازية قرفة الفوتو فنش من جهازية المقاتيين من جهازية الحكام للقضاة النهاية بعد ما يأخذ الأوكي منهم كلهم يبدي انطلاقة كل سباق هذا بالنسبة حكام البداية عندنا حكام المقاتيين حكام المقاتيين على حسب الغانون عندنا المركز الأول والثاني والثالث لازم أقل شيء يكون فيه يعني ساعتين لثلاث ساعات الغانون يقول إذا دخول اللاعب الأول والثاني والثالث لازم كل لاعب الأول والثاني والثالث يكون عليه ثلاث ساعات إذا اختربت ساعة يأخذون ساعتين يعني زمنين إذا عندنا ثلاث ساعات شقالين يتم أخذ الزمن الأوسط بينهم يعني نقول مثال الأول دش على ثلاث حكام أو ثلاث حكامات المقاتيين أول زمن 11 10 11 ثانية و 10 الثاني 11 15 الزمن الثالث 11 20 الزمن الأوسط بينهم 10 15 20 الزمن الأوسط اللي يتم أخذه اللي هو 11 15 طبغا الغانون طبعا نتبه نحن هنين بالنسبة حق من الرابع للثامن المصابغات طبعا المضمارة القصيرة إن أمكن حكمين إن ما أمكن أو حكمتين إن ما أمكن ساعة وحدة تكفي هذول بالنسبة حق المقاتين ويرأسهم طبعا يكون واحد أو اثنين مرؤوسين عليهم يعطون يعطون الموافقة ببداية كل سباق الحكام البداية قضاءة النهاية عليهم يعني شغلهم تزيين دخول اللاعبين ترتيب دخول اللاعبين يشوفون أي حارة طبعا نول حارة واحد حارة ثانين حارة ثلاثة شغلية بالترتيب دخول اللاعبين إن أمكن دخلوا زمن رغم اللاعب إن ما أمكن بس بالحارات لأن السباقات القصيرة قلنا أو المنخفضة لازم ينهي اللاعب بحارتة نفس ما قلنا على روح القانون إذا اللاعب أنهب غير حارتة من الحكم المسؤول هنا حكم الدوران يروح يبلغ قضاة النهاية أو الميغاتيين أو الفوتو فنش يبلغ واحد أو المسؤول عنهم والله اللاعب الحارة الثلانية حارة أربعة أنهى السباق بحارة خمسة أساس لا تشير لخبطة بينهم إننا خلاص عرفنا والله اللاعب رغم اللغم أو النادي أنهب غير حارتة هنا إذا الحكم ما يريش طبه يعني يقولك ما يراه القانون ما سبب عاغة بس عشان تنكتب له نتيجة صحيحة هذا بالنسبة حكام المغمار عندنا حكام الميدان أقل شيء لازم يكون على كل مسابقة سبع حكام يكونون اثنين داخل المقطع واثنين عند الدائرة أو منطقة الاقتراب السكرتارية نحن نحط قم نحط اثنين سكورين عساس الغلط بالإضافة إلى الحكم اللي يمسك الراية يعطي محاولة صحيحة أو محاولة فاشلة وفي عندنا حكمين يمسكون المتر بالإضافة إلى حكم البورد عندنا برناها تكون البورد مانيول باليدين المسافة فيحطها وهناك وبإضافة إلى حكم اعداد اللاعبين اعداد اللاعبين أنه يناديهم بالترتيب على حسب السكور اللي عنده حكام المقطع داخل واحد ويا يكون علم واحد ويا يكون نفس الصيخ يحدد أثر سقوط العداد في جميع السباغات الميدان الحكام اللي داخل عند المقطع لحق القياس المتر واحد منهم يسحب المتر لنقطة السنتر نقطة السنتر على حسب كل مسابقة وين تكون مكانها بالضبط الرمح على بعد 8 متر من القوس الجلة والمطرقة والقرص يكون نقطة السنتر في الدائرة واحد يسحب المتر لنقطة السنتر والثاني أخذ قراءة طبعا القراءة تكون من الحافة الداخلية لجميع السباغات سواء الرمح والمطرقة أو القرص أو الجلة عندنا المنطقة المسابقتين الشوية اللي فيهم خطورة اللي ينلعبون داخل القفص اللي الحكام يكونون برا القفص اللي هو قذف القرص ويطاحة المطرقة لأنه فيها تطويح وفيها قذفها خوفا على الحكام وعلى اللاعبين وعلى الجمهور تلعب داخل قفص حديدي وحكام يكونون برا ما يديش الحكام داخل القفص اللي يأخذ القراءة أو حمل أي شيء إلا بعد خروج اللاعب مع الأداة أو أن اللاعب رمى وطلع بعدها يدشون اللاعبين داخل عندنا حكام الوثب الطويل والثلاثي توزيع الحكام تقريبا يكون واحد على لوحة الارتقاء عندنا اثنين داخل حفرة الهبوط عندنا السكرتاري عندنا عداد عندنا الأكام اللي يأخذون القراءة بالمتر الاشدار والمسافة لجميع اللاعبين حق الوثب الطويل والوثب السلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة